في المسألة الأولى بتوضح مواعيد تحرك الأوتوبيسات خلال الأسبوع الأوتوبيسات بتتحرك كل 3 ساعات وأول أوتوبيس بيتحرك الساعة 3 الصبح وآخر أوتوبيس فيهم بيتحرك الساعة 12 مساء والمسألة الثانية بتوضح لنا مواعيد تحرك الأوتوبيسات أيام الأجازة الأوتوبيسات بتتحرك كل ساعتين الأوتوبيس الأول بيتحرك الساعة 6 صباحا وآخر معاد الساعة 12 مساء هسيب لكم وقت تستخدموا خط الأعداد علشان تحددوا الأوقات اللي يقدر عمر يركب الأوتوبيسات فيها في كل مسألة ولما نرجع هتقدروا تتأكدوا من حلكم تعالوا نمثل البيانات اللي عندنا على خط الأعداد في المسألة الأولى الأوتوبيسات بتبدأ تتحرك من الساعة 3 صباحا يعني بدايتنا هتكون هنا عند الساعة 3 دي بداية الأوتوبيسات وطبعا الأوتوبيسات بتتحرك كل 3 ساعات يبقى نستخدم العد بالقفز بمقدار 3 طيب لما نقفز بمقدار 3 هنوصل لمين؟ هنوصل لـ 6 يبقى فيه أوتوبيس هيتحرك الساعة 6 طيب بعد كده نقفز كمان 3 هنوصل لـ 9 وبعد كده هنوصل لـ 12 ده معاد تحرك آخر أوتوبيس يبقى الأوقات اللي يقدر يركب فيها عمر الأوتوبيس الساعة 3 والساعة 6 صباحا والساعة 9 صباحا والساعة 12 مساء تعالوا نروح للمسألة التانية أول أوتوبيس بيتحرك الساعة 6 صباحا يعني هنبدأ من هنا عند أول أوتوبيس طيب إحنا عارفين أن باقي الأوتوبيسات بتتحرك كل ساعتين يبقى باستخدام العد بالقفز بمقدار 2 يبقى الأوتوبيس التاني هيتحرك الساعة بروفو عليك الساعة 8 صباحا طيب كمان 2 الأوتوبيس اللي بعده هيتحرك الساعة 10 صباحا وبعد كده الأوتوبيس الأخير هيتحرك الساعة 12 مساء بكده نبقى عرفنا موعيد تحرك الأوتوبيسات خلال الأسبوع وفي أيام الأجازة أما في السؤال الثالث عايزنا نحدد الموعيد اللي دايما يقدر فيها عمر يركب الأوتوبيس سواء كان في أيام العمل اللي هو في وسط الأسبوع أو في أيام الأجازة في نهاية الأسبوع علشان نعرف الأوقات اللي يقدر عمر يسافر فيها في أي وقت هندور على الأوقات المشتركة على خطين الأعداد طبعا زي ما هو واضح قدامنا التوقيتات اللي هنلاقيها مشتركة هنلاقي التوقيتات دي هنلاقي هنا 6 صباحا موجودة هنا وموجودة هنا وهنلاقي كمان الساعة 12 مساء موجودة هنا وموجودة هنا نقدر نكتب الـ 6 والـ 12 في إجابة السؤال هنا 6 و 12 شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوسط